السلام عليكم وردنا نقناد كورا فانز وحلقة جديدة من حلقات المركات الصيفي للإنديا المغربية اللي كما هو العادة وغير نعطيكم فيها جديد تعاقدات دي الإنديا المغربية في المركات الصيفي الصفقات اللي تمت والصفقات اللي ممكننا نشوفها سواء في مواقق قادم من الساعات وللأيام القادمة إن شاء الله قبل ما تخوف التفاصيل كنعول على الدعم ديلكم ديلوا لايك اشتركوا في قناته وفعلوا زر السنبات بجدائما ننصلكم جديد أول بأول طبعا إلا كنكشفكم واحتوار كنقدموه وعندي صفحة الفيسبوك والإنستغرام نتمنى على أنكم تمشي وتشتركوا فيهم أدخلكم لينك ديرهم في أول تعليق ندخلوا في التفاصيل نبدأ الحديد ديلي في حلقة ديليهم على فريق الرجاع الرياضي الذي يواصل تحركاته القوية في المركات الصيفي الرجاع الرياضي يوم أمس تمكن من حسم صفقة أخرى في المركات ويتعلق الأمر بالتعالي مع اللاعب مروانزيلة لمدة ثلاث سنوات في صفقة انتقال حر مروانزيلة الذي كان مراقب من طرف العديد من الأندية ولكن الرجاع الرياضي في الأخير تمكن من حسم الصفقة لصالحه رغبة اللاعب أيضا الذي كان يريد أن يحمل قميص فريق الرجاع الرياضي كان عندها واحد الضور في حسم الصفقة لفريق الرجاع الرياضي وبذلك مروانزيلة سيكون هو الصفقة العاشرة لفريق الرجاع الرياضي في المركات الصيفي نتمنى له توفيق والسداد رفقة الرجاع الرياضي ونتمنى على أنه يقدم الإضافة لفريق الرجاع الرياضي ويكون عند حسن تطلعات الجماهير الرجاوية الرجاع الرياضي قبل نهاية المركات يحاول بشتى الطرق باش يحسم صفقة مدافع وكنا تنعرفوا على أن الهدف الأول لفريق الرجاع الرياضي التعاقد مع المدافع الشاب دي الاتحاد تورقة اللاعب الخلشي أيضا الجماهير الرجاوية تتمنى على أن الفريق ديلها يتعاقد مع هذي اللاعب اللي عنده مؤهلات كبيرة وأيضا هذي اللاعب مراقب من طرف العديد منها الأندية الجيش الملاكي الويداد الرياضي والنهضة البركانية يوم أمس خرجت العديد من الأخبار وأكدت على أن الجيش الملاكي في مفاوضات جد متقدمة مع تحاد تورقة للتعاقد مع اللاعب الخلش لغاية الآن لا شيء رسمي ما نقوله رسمي على هذة صفقة حتى نشوفوا اللاعب الخلش وقع رسميا لإحدى الفرق ويمكن اللاعب يبقى سنة أخرى رفقة تحاد تورقة الساعة القادمة هي اللي ستجاوبنا على هذا السؤال اعتباطا أيضا بفريق الرجاو الرياضي يوم أمس تم تطبيق عقوبات على الناتق الرسمي للفريق الرجاو الرياضي عقل إله الإبراهيمي الذي تم توقيفه لمدة سنتين عن ممارسة أي نشاط رياضي مع عقوبة مالية القيمة ديلها 100 ألف درهم وتم توقيف أيضا اللاعب الارطي الخمسة ديل المقابلات مع غرامة مالية القيمة ديلها 100 ألف درهم طرفين بجوج عندهم الحق باش يستعنفوا هذا القرار هذا أول شيء باش نكون واضح وصريح في الكلام اللي غادي نقوله ذك الشي الليدال الإبراهيمي غير مقبول تماما وهو عارف راسه على أنه خطأ وعلى أنه تسرع في ذك الشي الليدار والمكتب المسير دي الفريق الرجاو الرياضي كان واضح في البلاغ الليدار لصراحة بلاغ يستحق الإشادة والتقدير يعني اضحوا بلاغ في الصفحة الرسمية وعبروا فيها عن عدم الريضة ديالهم عن ما فعله الإبراهيمي وكيفما قلت الإبراهيمي حتى هو عارف على أنه خطأ وتسرع في ذك الشي الليدال اللاعب الهبطي أيضا تصرف ليداله غير مقبول تماما وتصرف غير احترافي بكل ما تحمل الكلمة من معناه وخشح من واحد خروجه وقال لك لاعب من حقه يحتافل حتى شي واحد ما قال على أن الهبطي ما محقوش يحتافل حتى شي واحد ما قال على أن الهبطي ما محقوش يحتافل أسيدي ماركيتي على فريقك السابق سير واحتافل مع اللاعبين والزملاء ديالك تحربل في القازون وقال للي بغيتي ولكن بععد على البروفوكاسي يلجأ كل لاعب يتجاوب مع الجمهور ويتساب مع الجمهور سوف تقول لدينا كل أسبوع كاريته في الملاعب اللاعب المحترف هو اللاعب اللي تيضبط نفس دياله هو اللاعب اللي تيرد داخل رقعة الملعب رد برجليك دخل ولعب ودير المطلب منك دبا الهبطي من يندرتي هات الشي شنو استفتي شنو استفتي جيش ملكي جابك باش تعاونه ماشي باش توقف خمسة دياله مقابلات طبقات عليك عقوبة ديال خمسة دياله مقابلات مدعبش مع الجيش ملكي حرمتي راسك أو حرمتي الفارق من قيمة اللاعب وطبقات عليك عقوبة ديال مئة ألف درهم هاتش اللي خلاني نقول في الحلقة ديال التحليل ديال الرازة والجيش لأنه ذاك الشي اللي داره الهبطي غير مقبول تماما تصرف ليدال الحتيفان ونزيد عليها أيضا ذاك الكلام ليجال وشداته الكاميرات وما فعله أيضا الإبراهيمي غير مقبول تماما انت كموسيير خصك تضبط نفس ديالك انت كبير في السن وأكتر عقلانية وأكتر نرجان خليك في بلاستك خليك في بلاستك ولجنة ديال أخلاقيات ستشوف أي واحد خطأ ستحازم ولكن الشيء اللي تنتمنى لأننا ما نكونوش قاسين على أي طرف ستشي واحد ما مالك وكنا معرضين للخطأ والشيء اللي تنتمنى على أن العقوبات تتطبق بإنصاف على جميع الفور إلا كلنا سنكونوا صارمين ونطبقوا القانون بحداثره بدون أي تساهل وبدون أي تسامح هذا الشخص يتطبق على جميع الفورق بدون استثناء أي يمسؤ الخطأ يتحاسب ويتطبق عليه عقوبة أي واحد نزله رقعة الملعب وما عنده الحق يتواجه في رقعة الملعب يتطبق عليه عقوبة أي واحد دار بروفوكاسيون أو دار تصريحات تحرد على الفتنة ولا تحرد على أشياء أخرى يتحاسب أي لاعب دار شي حركة غير أخلاقية يتحاسب أنا لا تريد أن نسامحوا فتشي القطأ إلا كلنا سنكونوا صارمين كما نقوله باللغة العامية البقى ما يزهق نريد أن نعرف الأراءة لكم كجمهور فهذه العقوبات العقوبة للهبطي والعقوبة الإبراهيمي وش بلكم على أن العقوبات منطقية وش تضنوا على أنه تنظن على أنه بالنسبة كبيرة سيتم استئناف هذه القرارات وش تضنوا على أنه غدي تخفض هذه العقوبات خليوا لي الأراءة دي لكم في التعليقات ونتمنى على أننا ما نشوفوش مكلاد الأحداث فيما هو قادم من المقابلات اللاعب أوبيوما يدخل التاريخ من أوسع أبوابه تحددت عليه في الحرقة دي اليوم أمس وقلت على أنه جاء لي المغري بدعوة من فريق الرجاع الرياضي دار الفحص الطبي رفقته الويدات الرياضي ومن بعد ذلك وقع لنهضة الزمامرة اليوم تنتفاجئ على أن أوبيوما في صخ العقد دياله رفقته نهضة الزمامرة حسنية أقادير حسم صفقة اللاعب سوفير المدن اللي وقع للفريق لمدة موسمين ومن المرتقب على أن حسنية أقادير في الساعات القادمة غير تعاقدات أخرى نسبة كبيرة اللاعب متولي سيوقع في كشوفات حسنية أقادير اللاعب سابق ديال الويدات الداودي وأيضا مفاوضات جد متقدمة مع اللاعب أوبيلا اللاعب كريم عيت محمد اللي وقع مع فريق الويدات الرياضي ومن بعد ذلك تم فسخ العقد بالتراضي يوم أمس وقع في كشوفات نهضة الزمامرة الساعة اللي جاية غادي يكون فيها الجديد غادي يكون فيها العديد من الصفقات غادي يكون العديد من العقود اللي غادي تفسخوا بين الطرفين نتمنى على أن الأندية ديالنا ما يتسرعوش نتمنى على أن التعاقدات تكون تعاقدات بالكيف وليس بالكم أنا تنفضل على أن النادي ما يداش تعاقدات أحسن ما تدير خمسطاش والعشرين تعاقد وتورط رأسك من ناحية الكروية ومن ناحية المالية ومن ناحية الاقتصادية خليوا لي الأراضي لكم فيما يخص جميع الموادع اللي تحدثت عليها بحلقة دياليوم إلا عزبتكم الحلقة دعمونا بلايك واشتركوا بقناة بجدائما ونساكم جاول بأول كما معكم رجاء من قناة كورفينس السلام الله